تبدأ محكمة العدل الدولي اليوم مداولاتها حول شرعية استقلال اقليم كوسوفو عن سربيا وبينما توقع الرئيس الكوسوفي اقرار المحكمة لاستقلال الاقليم حذر الرئيس السربي من عواقب الخطوة بعد عام وتسعة اشهر من اعلان استقلال اقليمهم عن سربيا يترقب الكوسوفيون فتوى محكمة العدل الدولية في شرعية استقلال كوسوفو الرئيس الكوسوفي فاتمير سيديو يتوقع ان تقر المحكمة الدولية استقلال الاقليم وقال ان 63 دولة حتى الان اعترفت بهذا الاستقلال كانت الحكومة السربية قد اعتبرت اعلان استقلال الاقليم من جانب اغلبيته الالبانية غير شرعي وطلبت رأي المحكمة الدولية في الادعاء بان هذا الاستقلال مخالف للقانون الدولي وترى سربيا ان اقرار المحكمة استقلال كوسوفو سوف يرسي سابقة تحد الحركات الانفصالية في مختلف مناطق العالم حذوها يذكر ان فتوى محكمة العدل الدولية غير ملزمة قانونا انتسابهه م良حكمة